السلام عليكم آخر عمل فني للفنان خديجة أسد كان رفقة رشيد الوالي الذي أعادها للواجهة كشف الفنان المغربي القدير رشيد الوالي عن انضمام النجم الكبير خديجة أسد لفريق عمل ستكوم القصرية أفلا الذي أشرف على إخراجه من خلال تجسيدها دور البطولة رفقة تل من الفنانين المغاربة وأعلن الوالي عن الدور الذي جسدته خديجة أسد من خلال تدوينه له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل للشماعي انستجرام قائلا شكرا للا خديجة على تشريفك لي والطاقم التصوير بكنش كنت صور المقدار دي السعادة اللي قدر سيتخلقيها بزيارتك وقبولك دور الأم الحنونة والصادقة والقوية واللي كتحمل قيم النبيلة والوحيدة اللي كتقدر سقول ولدها هاتش عيب وما تضحكش على ابنة الناس أما الفرحة ديالي ربيك يعلم بها لأنه ما كانش مكتوب لنا نديره أعمال من قبل واليوم أنت وبكل تواضع الفنانة قبل نكون مخرج فهذا العمل واللي ما كانش غادي يكون عنده وزنه الحقيقي بلا وجودك فيه الله يكبر بي ويخليك نجمة النجمات ويعطيك صحة والعافية وتعطي عصارة تجربتك طويلة انتي والمرحوم سعد الله اللي خصصنا له مكان في السوديو تقدرا لعطائه كل هذه السنين وأوضح الوالي أن طاقم عمل سيتكوم قصص مكانا في السوديو التصوير للممثلة الراحل سعد الله عزيز زوج خديجة أسد اعترافا بالإنجازات والأعمال الناجحة التي حققها في الساحة الفنية مضيفا خصصنا له مكان تقديرا لعطائه كل هذه السنين وأعرب المتحدث ذاته قائلا الفرحة ديالي ربك يعلم بها لأنه ما كانش مكتوب لنا نديره أعمال من قبل رحم الله الفقيدة وإن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر